اشتركوا في القناة وقرست تقريبا ثلاثة عقل وقد نجحت جميعها وبجانبها توجد شتلات الطماطم الكرازية أو طمات سوغيز كما تسمى بالفرنسي الخزامة وإكليل الجبل من أسهل النباتات اكثارا وهذه شتلات الطماطم وهذه أزهارها والتي ستتحول فيما بعد إلى ثمار كما تعلمون الطماطم من الفواكه وليست من الخضر وتنتمي لعائلة الباذنجانيات أو السولاناي سياي وأما الروزماري والخزامة فتنتمي لعائلة ليبياي سياي أو العائلة الشفهية أكثرت أيضا إكليل الجبل وقبت باستعمالي هذه الطريقة أي طريقة القنين المقطوعة وترك مجالي للتهوية فكما ترون هذه عقل من عقل إكليل الجبل وقد نمت الجذور أسفل النبتة بفعل الدفء والابتعاد عن التيارات الهوائية يمكن غرس الخزامة وإكليل الجبل إما شتاء أو ربيعا وأما صيفا فتستطيع غرسهما ولكن بشرط أن تكون الحرارة منخفضة بعد الشيء وتعد الخزامة وإكليل الجبل من النباتات المقاومة للأمراض ومن النباتات أيضا دائمة الخضرة والتي تعطي أزهارا جميلة وفواحة رائحة دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله